العمل بالحديث الضعيف الآن المصنف إذكرت الحديث الضعيف وبالصحيح والضعيف قصد الآن الحديث الضعيف نهضرت في حكم العمل بالحديث الحسن طبعاً الحديث الصحيح بيقين يحتج به ويعمل به في الحلال والحرام وفي أمر الإيمان وفي كل شيء مصدر للتشريع ولكن الإشكال الذي ناقشه العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف ميجوز فيناداً أذي استشهد وذي طبق الحديث الضعيف كمسألة مهمة كمسألة مصطلح الحديث الصناعة الحديثية حواجن تركيز مقرن يوث يوث إن شاء الله هذين كمال لذنين الآن ثلاثة مذاهب ثلاثة ريوية إلا المذهب الزوار ويشد هنا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً أي غر لكن أنت شرط بشرط بشرط لا يوجد غيره فرمي لغ ذي ثمسألة النية سقر ذي شض يلا ذي الحديث الصحيح والحديث الحسن وتولير الحديث الضعيف سعيد سعيد الحديث الصحيح جريف أسني سعيد الحديث الحسن ولكن مولاش مولاش اجتهاد القياس يخيط شفا ما شو سنم وعاد بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل شكا اليمن من يس بما تقضي بين الناس بما إن يس بكتاب الله سي القرآن كريم إن يس فإن لم تجد إن يس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يس فإن لم تجد وسينا رسول الله نغاس 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 الحديث يورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يس أجتهد رأيي ولا آل هذا هذا اجتهد يرنم رأي اجتهد ما يبس سوا سوا إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ ينال أجر الاجتهاد عنده أجر واحد ميبذي الخذمان نغياك مثولة غيون يخذم ثز مرثيس ذي مكل شي يخذم إنهم يجتهد ما يبويت سوا سوا يصوف أصفر حضي سأعطيك الصحاب بارك الله وفيك بسم الله ما شاء الله إما يغلظ الثبو الغلجر الاجتهاد أين الله غالب أي غرد نغاو لقص نشف مليح ولكن شرطك ألا يوجد غيره وذا ولا معارض له إما إلا أحاديث النظم ذي الحاديث الضعيف ثساد بالإيجاب ساد أحاديث أخرى تقول بالسلب تعارض هذا الحاديث الضعيف أو العكس لذلك ممن قال بجواز العمل بالحاديث الضعيف الإمام أحمد الإمام أحمد صاحب المسند وإن إن أحاديث من الأدوات في فضائل الأعمال لا في الحلال والحرام يعني الرأي يوايض ما ديننا أن طبق الأحاديث الأحاديث الضعيف في فضائل الأعمال في الأخلاق من فالحاديث إذي تسمسين فتزدي 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 يالله غاست ضعيف سنطبق أغيس أغيس سوالر تزدي من فالحاديث أغيس مسلي فوال زيظا كلمة طيبة ولما ضعيف أنخذ ميس أيغر إذي لها أغيس أغيس مسلي فوال زيظا من فالحاديث الضعيف أغيس مسلي في القدر في القدر يعني احترام الكبار وتوقير الكبار يعني ذي القدر إذي لها ذي نيلهان من فالحاديث أغيس مسلي في الخذمة قرز الخذمة الكويت القبيث القريير الشغول يتقل ذي فالحادي أغيس أغيس أنت مدني لها يرني لها مليح ولا ديني أغيس 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 دينان إي وني صندقات الدربي سلح كما نتيت ماذا ولها المليح يعني طبق ثان بغير ير الشغل يتقل ذي فالحادي طبق كان أما ذي فلاح ثم ذي الفني أما ذي ذي كل شي ذي كل شي لذي مع بشان أن فهم لقل المخنغ يستقبل هذه المعاني بهذه الصورة بهذه الوجهة وقال دينان أولك الإمام النووي هو ممن قال نعم يجوز العمل بالحديث الضعيف ويحتج به في فضائل الأعمال ولكن ليس في استنباط أحكام الحلال والحرام لا مش في مجال الشريع المعاملات إلا الرأي الثالث أشو دينا إنا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال ولا في حسن الأخلاق وممن قال بهذا الرأي القاضي أبو بكر بن العرابين شي قال الحديث ضعيف ذي سي ذا وليس ضعيف كسيتك طبي قال روح الأحاديث الصحيحة الأحاديث الحسن المثل في ظهر سخذ ملغي في إطار قواعد الاستنباط والاشتحاد أكا ولكن نرجو يلذى الحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ ابن حجر العسقلاني سعى ذا القدر دام قرآن دقوين يعني الصناع الحديثية هو ممن خدم السنة صاحب فتح الباري صاحب كتاب من الكتب العظيمة في أحاديث الأحكام اللي هو بلوغ المرام من أحاديث الأحكام وقيا يجمع ألف ألف وخمسمية وستة وتسعين حديثا يجمع ألف وخمسمية وستة وسبعين وستة وتسعين حديثا يغلب كتاب الإمام في أحاديث الأحكام إبن دقيق العيد إبن دقيق العيد يجمع أحاديث الأحكام الف وف وسبعين يحن حافظ إبن حج العس قلني يجمع أكثر ولكن وريزميرا دينيا يجمع أحادي الأحكام دقيق لان ورح روية ورح روية مثلا إبن دقيق العيد يسعى كتابين في الموضوع أسوأ الإمام الشوكاني أيضا يسعى أيضا كتاب ذي الأحكام فبالتالي نيل الأوطار الإمام الشوكاني الحافظ إبن حج الأسقلاني إن نهم يجوز العمل بالحديث الضعيف ولكن بشرط الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف أخطر ماذا شديد الضعف لا في الاتصال الاتصال السنة طعيف جدا تفضينا لأن الرواة معروفون بالكذب أعدن دو غارفال جرح والتعديل لدينا غالغ العلم دقيق دو غارفال أما كن قار السنة قوية غارفال أرقاق غارفال أرقاق وتسلم العجب دنا يعني أمهي يعني سخدمنا غارفال أرقاق في ضبط هذا الموضوع هذا الأمر يعرف بالكذب وكذلك في الضبط لا لديه الضبط أول ديني ثورة لك بعد 30 دقائق سنة يعود وي سنة 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 أول أول مثلاً من الأصول العام العبادة تكوات سأت 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 مثلاً من قيام ليلة العيد بحدي ضعف ولكن هناك جزء العمل بها لدينا سأت لماذا أسكذ العيد وتشغل نفسك بالقيام بقيام الليل وكذا يناس يمكن أن أخدم الحديث الضعف سيضعف ينس من حجر العسقل أن يناد أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصين عام وهذا يدخل تحت أصين عام هو مندرج في العبادة عموماً ومندرج أيضاً في فضل قيام الليل وقد وردت أحاديث صحيحة تؤكد على أن صلاة القيام قيام الليل صلاة بالليل هي أحسن صلاة أفضل الصلاة بعد المكتوبات إذن عندك تحتاج السنصف إن شاء الله سيدي ما خدم أصلاح هذه الضعيف لذلك رفع عن الحرج في السياف ورب يأفو يأفو وياض يأفو في اللون في اللون مر جميع إن شاء الله يرفعون الحرج عن الأمة العلماء الأتقياء إذا نطقوا رفعوا الحرج عن الأمة